خلينا نواصلوا والله رغم أنني أدرك أنني أوجعت قلبي وأوجعت قلوبك ولكن خلينا نزيد نتوجع أكثر المهم بعد ذلك أعطاه بعض الأمثلة وحد الأمور ويقولك ونجحت الجزائر في الوقت الذي انهارت فيه اقتصياضيات العديد من الدول في التصدي لهذه الوضعية وبقيت صامدة وهو الأمر الذي لم يستسقه البنك العالمي والعديد من معاول الهدم في داخل البلاد وخارجها وتجد الإشارة في الأخير أن الجزائر التي تفاجأت بالأرقام التي قدمها البنك العالمي لن تبلغ أبداً وتحت أي ظرف كان حجم استيراد بقيمة 50 مليار دولار هذه المعلومة الوحيدة التي قدمها المهم شو اقتصاديات دول انهار الجزائر ما عندكش اقتصاد حتى تقول بأنه اقتصادي انهار أنت مبني على اقتصاد ريع مجازن نسميه اقتصاد ريع مجازن أنت مجرد تاجر شنطة للغاز والبترول فقط تروح تشري جيب درهم ما عندكش اقتصاد حتى ينهار لذلك انت رك عايش برحمة ربي هذه هي الحقيقة لذلك لو يجي علماء الاقتصاد ويتحدثوا على اقتصاد الدول التي ممكن تأثرت بكورونا ما يستطيعوا أنه يعناقشوا شأن الجزائر لأنها لا تملك اقتصاد وما بنيتم اقتصاد رك ان تجار شنطة وساعات تزيدوا في حواج والنهب السرقة والفساد وانتهى ودز القدام هذا هو واقع الجزائر للأسف الشديد وصل الحال إلى هذا الحد أن الجزائر ما عندهاش مؤسسة ما عندهاش حتى شيء لأنها ما بناتش دولة مؤسسات راهوا العسكر اللي يهدر يا ناس راني ابن المؤسسة العسكرية قضيت فيها سنوات وكنت اندرسوا ظابط راه هذه عقلية العسكر هذا الرد راهوا كتبوها العسكر يفهموا كل شيء مؤامرة مؤسسة دولية دارت تقرير رد عليه بما يضحف تقريرها لأن تقرير البنك العالمي سيؤثر على الاستثمارات يؤثر على العملة يؤثر على اقتصاد البلاد راه قادر يدمر لك اقتصادك لو عندك اقتصاد وإذا ما عندك اقتصاد يزيد يغرق أكثر في الدمار والزلزال تجي مؤسسة دولية تقول جزائر مقبلة على زلزال تعتبرها مؤامرة من المغرب وأسفاه وصلتم إلى درجة جهل قلة كفاءة أيضا عندكم فوبيا فوبيا المغرب بمعنى الكلمة صرتم تشوفوا في المغرب وأنا أجزم لكم هذم الجنيرالات اللي حاكمين وكان ظل مرته يقولوا أذن المغرب يخاف يقولك أذان المغرب عنده علاقة بالمخص عود يقولي أذان الغروب ما عادش تقولي لي لأنها وصلت عندهم فوبيا هما عندهم فوبيا وحبين يعيش الجزائر في هذه الفوبيا أيها الجزائريون وضعكم الاقتصادي رهبائس وما أورده البنك العالمي هو الصحيح وتابعوا الخبراء الاقتصاديين المستقلين لا تتابعوا هذه الأبواق اللي يجيبوا فيها في التلفزيون ويعطوا لهم ربع دوروا تحت الطاولة باش يقولوا ما يرضي التلفزيون ما يرضي السلطات حتى يزيد يشارك مرة أخرى استمعوا إلى الأصوات المستقلة بلدكم في خطر اقتصادية وضعكم الاجتماعي راه متدهور والوضع سيزداد سوءا لأن هذه كورونا أثرت على اقتصاديات دول في مجموعة العشرين فكيف لا تؤثر على دولة ما عندهاش اقتصار أصلا هذه الجزائر إذا بقي هذا النظام يتعامل بهذه السفاهة والبلاهة والتفاهة والنذالة وكل هذه الأمور تأكدوا بأنه سيصل ببلادكم إلى الهدام ترجمة نانسي قنقر